طيب نعمل إيه بقى؟ نعمل إيه؟ عشان نعلمهم إن الحياة واسعة أول حاجة لازم نعلمهم إن الحياة واسعة وملئة بالخير وده يغير لهم المفهوم اللي عندهم يبقى أول حاجة لازم نعملها عشان ما نخليش أولادنا نحمي أولادنا ونعلمهم إزاي يتعاملوا مع المزول في الصعبة ويكونوا متان لازم نعلمهم إن الحياة واسعة وأي شر مش نهاية العالم وفي نفس الوقت إن الشر ده جاي مش جاي عشان يفزعنا ولا جاي عشان يعزبنا لكن جاي عشان يخرج الخير اللي جوانا ويخرج أحسن ما فينا وندوق الجمال اللي ربنا أضعه فينا والجمال اللي ربنا جعله في الحياة فلازم نعرفه إن مكان الشر ده وراء مليون خير وجنبه مليون خير وقابله مليون خير وبعده مليون خير فيتعلم إن الحياة واسعة مش كلام لكن نعلمه إزاي يدور على الخير اللي بعد الشر اللي حصله أو بعض الأسل اللي حصله تاني حاجة نعلمه من الحياة مدرسة والأحداث الصعبة اللي بنمر بيها جاي عشان تهذبنا مش جاي عشان تعذبنا في فرق من بين تهذيب والتعذيب ربنا بيهذبنا مش بيعذبنا وعشان كده احنا لازم نتعلم الدروس دي في المدرسة ومش معنى ان فيه درس صعب الدرس ده وتنلغيه من المدرسة ده بالعكس الدرس الصعب ده معناه اننا احتاج له المدة طويلة في حياتي وذلك احنا نعرف كلنا وكلنا نشهد كلنا ان احنا تعلمنا من المواقف الصعبة الف مرة والف ضعف بنتعلمنا من المواقف اللي مرت علينا في حياتنا عادية وعشان كده بنتعلم تالت حاجة لازم نعرفهم على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي عنده سند لما بتيجي الأزمة او الصدمة بيحس ان هو قادر يكمل الحياة ويا سلام بقى لما يبقى سند اولادك وحبيبك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يسندهم باخلاقه يسندهم بالصلاة عليه يسندهم بقراءة سرته فيتسلوا على انه هو ازاي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع افض خلق الله وتعامل مع اسوأ خلق الله وتعامل مع الاحداث الصعبة لدرجة ان الصحابة زلزلوا زلزالا شديدة ولكن صبروا لانهم تعلموا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الإجراءات من ان احنا نعلمهم من الحياة وسعة وان الحياة مدرسة هنتعلم فيها شوية دروس ممكن الدرس بقى صعبة بس هاستمر معنا ويعلمنا حاجات مهمة جدا جدا في حياتنا ونروح للمعلم اللي اكبر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ونعرف ان حضرة النبي سندنا لما يصعب علينا درس ومش قدرين نفهمه نروح نقرف سرته ونقرأ في حياته ونصلي عليه فإن لي حصل نتعلم الدرس ونفهم الدرس ونطيب قلوبنا ونتعلم نقول لأولادنا ما ما حصل صل على الحبيب كل شيء في الحياة يطيب لإني حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يصلوا ويتعلموا من حضرة النبي في المدرسة وكمان يعرفوا أن الدنيا وسعة ساعتها هيكونوا مش محتاجين أن هم نخبيهم ولا محتاجين أن نحن نحطهم في معمل لإني ساعتها هيعرفوا إزاي يتعاملوا مع الحياة والعبد في حضرة مولاه ترجمة نانسي قنقر